السلام عليكم أهلاً بكم في فيديو جديد من هذا الإسبوع على اليوتيوب الاختبارات القصيرة في المنشورات قبل عدة أسابيع اختبر يوتيوب إمكانية إضافة الاختبارات القصيرة إلى المنشورات في قسم المنتدى تقدم هذه الاختبارات طريقة جديدة للتفاعل مع المشاهدين خاصة داخل القنوات التعليمية وبسبب نجاح التجربة قرر يوتيوب توسيع نطاقها لتشمل المزيد من صانعي المحتوى ويمكن للمشاهدين التفاعل مع هذه الاختبارات من خلال الهاتف وسطح المكتب مقاييس جديدة في بطاقة المنشورات حالياً مرت الظهور إمبريشنز هي المقياس الوحيد المعروض في بطاقة إحصائيات المنشورات وهذا الإسبوع تم إضافة مقاييس جديدة تشمل الإعجابات والمشتركين داخل استيديو الهاتف وسطح المكتب رموز تعبيرية جديدة على يوتيوب أطلق يوتيوب رموزاً تعبيرية جديدة بطابع الألعاب لاستخدامها في الدردشة والتعليقات للمساعدة في تعزيز طريقة دفع لمجتمعك مع المحتوى الخاص بك يمكن حالياً استخدام الرموز في الدردشة المباشرة والتعليقات على سطح المكتب وعلى الدردشة المباشرة في الهاتف البث المباشر على يوتيوب أطلق يوتيوب مصدراً جديداً ورسمياً خاصاً بالبث المباشر على موقع يوتيوب كرياتورز على الويب يحتوي هذا الموقع الجديد على مصادر تعليمية لمساعدة صانعي المحتوى على فهم فوائد البث المباشر على يوتيوب تقرير توب ريميكس داخل استيديو سطح المكتب يتوفر تقرير ريميكس شورتز في داخل تطبيق يوتيوب استيديو وتطبيق يوتيوب الرئيسي وفي التحديث الجديد ستتمكن من الوصول إليه من خلال استيديو يوتيوب على سطح المكتب يعرض هذا التقرير أفضل أنواع المحتوى الخاص بك والذي تم استخدامه لإنشاء مقاطع قصيرة وعدد المرات التي تمت فيها إعادة استخدام المحتوى تحسينات على شكل المنشورات على نظام iOS في وقت سابق من هذا العام أطلق يوتيوب عدة تحسينات على شكل المنشورات لمستخدمي نظام Android وفي التحديث الجديد ستكون هذه الميزة متاحة لجميع صانع المحتوى من مستخدمي نظام iOS بحلول نهاية الأسبوع